هنا بمناسبة الحلول تحديداً دكتور كريم خلينا نتكلم إن الدولة لا تعمل منفردها يعني لو حطنا كل حاجة على كهل الدولة هللاقي إنه هو ما فيش حال ما برضو ما فيش شخص إيد لوحدها ما بتسقفش زي ما بيقوله جدا وخلينا اقتبس هنا السلوجن أو الشعار الخاص بي الحملة اللي أطلقتها مثلا تنفقية شباب الأحزاب والسياسيين الخاص بي سوا هنعدي إزاي سوا نعدي فعلاً من الأزمة الحالية اللي موجودة في الأزمات التعاون المجتمعي مهم جدا هي ليس فقط حكومة ولكن نظمت مجتمع مدني وأحزاب وشباب ونطرح تصورات وأفكار ورؤى وننقل أفكارنا وتصوراتنا لمتخز القرار الرقابة هنا مهمة رقابة شعبية قبل رقابة الوزارة التموين نقول إن الرقابة ممكن تكون ضعيفة الحكومية ولكن الرقابة الشعبية تكون أقوى رقابة شعبية متمثلة في إيه؟ متمثلة في جهاز حماية النوستهلك جهاز حماية النوستهلك ولا الامتناع عن الشراء؟ لا مش الامتناع عن الشراء لكن نقول يعني جهاز حماية النوستهلك ده أي مواطن ممكن يكون مفتش مراكب تبع جهاز حماية النوستهلك وفيه خط ساخن أتصل يكون على مدار مثلا الساعة أو لحد مثلا ساعة خمسة أو لحاجة طول النهار 15 ساعة أو 10 ساعات أتصل في أي وقت تبلغ عن أي مخالفة بتتحركوا على طول على فكرة جهاز حماية النوستهلك والمنظمات اللي شبه دي في الدول الأوروبية ده بيتطلب أن المواطني بقى إيجابي بقى إيجابي ما دي حاجة مهمة جدا يعني أنا مثلا أكون قاعد داما واحد يشتكي يقول لي ده فرن العيش ده أنا بشوفه كل يوم بيطلع شكاير الدقيق وبيهربها بره حصة الدقيق بتاعته بيطلعها وبقى بيحق أقول له أنت عملت إيه؟ بتتفرج بتتفرج ليه ما بتشتكيش؟ بلغ اعمل شكوى حتى لأول شكوى صور ومجلس الوزراء دلوقتي عامل صندوق الشكاوى الخاص بمجلس الوزراء وعلى فكرة منظومة صندوق الشكاوي دي يعني بيتاخد بيها فعلا وفيه ناس كتير اشتكت وبيتم النظر في الشكوى بتاعتها دي والدولة مهتمة جدا بمنظومة الشكوى دي يعني فيه ناس اشتكت أنا أعرف ناس حصل معاها ده دون وساطة ودون يعني معرفة أي شخص بمجلسه هو بيبلغ بيقول بيجي له رقم الشكوى والناس بتتابع يعني مش هنروح بيق والدي عمل كده في وقت من الأوقات بالضبط وفعلا اللي يتبيوا لي ناس اتصلوا بي وحلوا لي المسكوى فديه حاجات بقى محدش بيقولهننا وإنك احنا بنشوف بعيننا فالواحد لما بيشوف بعينه الكلام ده أكيد بيدي له نوع من أنواع الصقاء فانا زي ما قلت هو موضوع يعني أزمة محتاج أمحتاج تكاتف المواطنين مع بعض نظمات المجتمع المدني الأحزاب بيكون لها دور لنا دائما كنا بيقول فين دور الأحزاب احنا نجينا الأحزاب يكون لها دور أكتر في التوعية لدى المواطنين وأن هم يبتدوا 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 ينشروا ثقافة الوعي لدى المواطن وثقافة ترشيد الاستهلاك وأنك ثقافة تتعامل مع الأزمات فانا إذا قلت هو نعمل أنواع التكاتف طيب احنا بنقول أن الأزمة دي يعني أزمة في الموضع الغزائية الأساسية فانت محتاج يعني تتعاون مع بعض ومحتاجين نقول هنا بقى نقطة برزة أهمية أو يعني أصبحت الظروف العالمية مواتية أو نقول أكبرتك الظروف العالمية للتكامل العربي التكامل العربي كان حلم بيراودنا وإحنا صغيرين لكن إحنا كنا شايفين برضو وفيش تكامل عربي اقتصاد